اهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب مك النزال تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد القدس ستظل صامدة بكل جذورها وسيحرق الغاز لهيب صخورها وسيكتب التاريخ فيها أنه في كل عصر شاهد لعصورها ورجالها الأحرار قد زرعوا بها شجرا تطاول من كريم بذورها فدماؤهم مجبولة بترابها وصدورهم مشدودة بصدورها وجحافل الأبطال نار أججت تمتد بين جبالها وبحورها القابضون الجمر في وجه العدى والواقفون أسنة بثغورها والساجدون ببابها ورحابها والرابضون على مداخل سورها ولواؤها الخفاق يخترق المدى والشر يحرق في أتون جحورها ومقدس فيها التراب وحوله والروح والريحان فوح عطورها سبحان من أسرى إليك بعبده في ليلة جلي الظلام بنورها قسما به سنظل نرفع راية والقدس حاضرة بكل حضورها ونعد في أرض الرباط حشودنا لينير بدر النصر كل بدورها بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أوقاتكم أعزائي القراء والمستمرين نهى عمر معكم من فلسطين سكان مدينة رام الله مواليد محافظة طول كرم كاتبة وشاعرة هاوية أعرفكم بديواني لأنك لا تحدك في اللطفة فراغ والذي تأخر كثيرا عن موعده حتى يصدر للنور لأسباب مختلفة وهو به ربما من القصائد القديمة والتي جمعتها من هنا وهناك حيث التنقل وترحالي وظروف الوطن وظروفي الخاصة كانت تضيع علي الكثير مما كنت أكتبه من نصوص وكتابات بسبب ذلك وبدأت ألملم شتات أوراقي وأحاول تجميع ما يمكنني وإنقاذ ما يمكنني منها في كتب في هذه السنوات الأخيرة وهو يحتوي على العديد من القصائد ما بين العمود والتفعيلة ومتنوعة المواضيع أيضا وهو ديوان كبير كنصف الهواء وكل الورق ويطير مع الدعاء هذه الثلاثة الدوابين كبيرة وكان يمكن أن تكون كل منها ديوانين وهو صادر عن دار أمجد جمعة دار أمجد لاتباع ونشوة توزيع في الأردن مشكورين يمكنني أن أقرأ منه ثلاثة أو أربعة أبيات شيء صغير التعريف بما كنت أكتبه قديما قدامي قصيدة بعنوان نور الوعي لا شيء يعلو عنك شامخ عزة إلا جبينك عاليا يتمردو يا ثائران صفع العدى متحديا قد خانك الزعماء منذ تسيدو بفمن لنور مشاعل لم يطفئو حبطت مكائد كبرهم إذ تصمدو أفكاركم سفر يشكل وعينا ثواركم بدم الكفاح تعمدو فوق الغمام تطوفو فلتنهمر نارا على المحتل حتى ينجدو أهل الحماو وجودهم فلتزحفوا نحو القداسة والقيود وعبدوا قلب الفداء بكل حب واثق بتحرر الأوطان إن يتوحدوا آملة لكم رحلة ماتعة وأن لا يتحدكون في الفراغ وأن تكون حياتكم مليئة بالعمل والحب والإنجازات وبالحب نصل إلى أسمى صنوف الرقي والسمو والحياة الجميلة شكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم دوما متمنياتا لي ولكم حياة أفضل وشكرا الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بديعاء أتكلم عن تعليم الخط الطالب لما بيجي عندي مشان يتعلم الخط أولا طبعا بسأله عن تعليمه وعن ثقافته بعدين بعطيه ورقة وبعمله خط أفقي وخط عمودي وبقوله هدولة بتقلد لي ياهم الآن حتى أشوف ثبات يده في الكتابة لأنه إذا ما كانت إيده ثابتة باعتذر منه بقوله يعني شوف أي مهنة أخرى ولكن اللي إيده ثابتة بابتدأ أعطيه هذه الخط الأفقي والعمودي يكتب لي ياهم على فترات يعني أكم من درس حتى أشوف ثبات إيده تماما ثم نبتدأ بالحروف المفردة من الألف إلى الياء بكتب له ياهم والتلميذ يقلد ما أكتبه ثم بعد فترة معينة وبكون لاحظت إيجادته للكتابة بعطيه حرفين مع بعض وهكذا ثلاث أحرف أربعة أحرف حتى كلمة كاملة ثم سطر من الكتابة نبتدأ مثلا خط الرقعة إلى أن يجيد خط الرقعة وطبعا هذا بيعتمد على التلميذ مدى تقبله واستيعابه لللي بقوله واللي بعطيه بعد ذلك طبعا ببنش أعطيه نوع آخر من خط اللي هو النسخ برضو نبتدي بحرف حرف ثم حرفين إلى نفس الطريقة إلى أن يجيد النسخ ثم ننتقل إلى الديواني أجاد في الديواني طبعا هذا بياخد معنا فترة طويلة من الوقت خاصة الخطر العربي يعني يلزمه وقت طويل والسعداد وزي ما نقول المشق الكتابة باستمرار حتى يجيد ثم ننتقل إلى خط الثلث وهو من الخطوط الصعبة نبتدي نفس الطريقة أحرف ثم أحرفين ثم كلمات كاملة وأسطر بيبغى عنا فترة كمان طويلة جدا في الثلث حتى يعمل لوحة سطر مثلا ثم ينتقل إلى التركيب بأشكاله طبعا سواء دائرة أو مربح وسطر وقلب أشكال عديدة طبعا ومع ذلك نمطي شهادة أنه أنت أصبحت الآن خطط أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب مكي النزال فاسمحوا لي أن أرحي بأي ضيفي أهلا وسهلا بك سيد مكي ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين أهلا وسهلا بكم وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة أهلا وسهلا بك سيد مكي ضيفا عزيزا علينا من جديد بداية نبارك لك العمل الروائي الجديد بوم الخشب السعود تقينا في المعرض عمان الدولي الكتاب وحصلنا على نسخة من هذا العمل الجديد فنبارك لك وإلى مزيد من العطاءات ومزيد من الإبداع هذه الرواية سجلت فيها يوميات ضابط مخابرات عراقي شهد أحداثا مهمة وهو أكرم شهد أحداثا مهمة خلال مسيرته في العمل وفي الحياة من أحداث العراق أتوقف عند العنوان يعني كثير من من سمعوا بهذا العمل واتطلعوا على هذا العمل توقفوا عند العنوان بوم الخشب يعني فحقيقة أنا أيضا سأظهر أثار استغرابي لماذا بوم ولماذا خشب أولا بارك الله عليكم وأشكركم لهذه الاستضافة الكريمة وثانيا أشكر لكم هذه التغطية لهذه الرواية التي أعتبرها مهمة لأنها تتكلم عن حقب مهمة من تاريخ العراق ولأنها طالت وصارت رواية طويلة جدا نعم بما تحمل في طياتها من قصص أحد هؤلاء الأبطال وهو البطل الرئيسي الأول هو أكرم أكرم ضابط مخابرات قبل الاحتلال ومقاوم بعد الاحتلال هذه نبدأ أردت أن أعطيها أولا ثم هناك شخصيات كثيرة أخرى منها أجنبية ومنها إراقية العنوان بوم الخشب قلت في المقدمة من أراد من يعرفني يصدقني ومن لا يعرفني ليعتبر ذلك من ضمن الجزء الخيالي من الرواية يعني لن أغضب لأن القضية كنت مصاب بكورونا والحمى يعني في أوجها وحين أغفو يعني تحف بها الكوابيس والأحلام والذكريات فكان أحد هذه الأحلام نعم هو مذيء يكلمني وفي فترة المقاومة حين كنا في الفلوجة يعني كأن اللقاء ويقول لي ماذا حصل مع بوم الخشب ثم تحدثنا ويعني حقيقة أفقت شبه مذعور يعني هذه أل هذه حقيقة حلم في بطن حلم أم ماذا يعني المهم كتبت ذلك بوم الخشب هو التمثال الموجود على غلاف الرواية نعم تمثال خشبي للبوم يتفائل به الأجانب نعم الغرب وربما الشرق أيضا يتفائلون بهذا الطائر فيصنعون له تماثيل منها الخشب ويعضعونها مع مقتنياتهم الثمينة يعني في فاترينة أو مع الكتب نعم لأنهم يتفائلون به وطبعا يعني لا بأس أن أقول يعني هو كان في مكتب مدير جهاز المخابرات العراقي إذن هذا العنوان من خلال هذا التمثال نعم وهو رمز البوم وهو رمز أو يعني هذا الرجل نعم دافع عن البوم قال لماذا تكرهون البوم يعني هنا يدخل الرمز يعني تبط حقيقة وجود هذا الطائر لأنه دائما صاحف الليل مع حاله يشبه حال الذي يصاب بالحزن والأرق وأنه دائما فلذلك صار كأنه رمز للشعب عند طبعا هذا لا علاقة لهذا الطائر من منطلق شرعي ديني لا علاقة له بالموضوع الشعب لكن لا ندري هذه عراف اجتماعية أو لكن بالغرب كما قلت يعني انظروا لهذا الطائر عكس هذه الفكرة نعم يعني هنا التسمية جاءت نعم من هنا جميل ستدل على هذا الرجل وعلى هذه الرواية كما قلت مررت بمحطات واحداث مهمة في العراق من خلال سرد حياة طابط المخابرات اكرم من المحطات التي مررت بها هي ابو طبر والمصارى ابو طبر طبعا ممن يعني زامن تلك الفترة في اتذكر انا كنت يعني فتن في تلك الفترة او يعني بين الفتوى والطفولة عام 73 بين 73 و 74 يعني زرع الرعب عند العراقين وخاصة سكنة بغداد ان هناك مجرم سمي ابو طبر لانه يجدون الضحية وقد تعرض لضربة حادة بآلة حديدية على رأسه يعني صار تصور انه هذا كان يستخدم طبر هو الفأس الحاد و ثم القي القبض عليه بعد هذه الجرائم وهذا يعني يدعى حاتم كاظم هضم من اهالي المسيب سكنة بغداد وطبعا من خلال التحقيقات وعرضه في التلفزيون وانا شاهدت التحقيق في التلفزيون في تلك الفترة يعني اتحدث عن نفس انه كان يعني تلقى دورات في التدريب القتال لازالو كاراتي في ألمانيا يعني عاش فترة في في ألمانيا المهم وزوجته اشتركت معه وابن اخته ايضا شارك معه في الجرائم يعني انت وهناك روايات طبعا زامنت هذا الحدث انه قيادة الدولة في تلك الفترة لحزب البعث ارادت ان تشغل الناس بحدث كبير فاختلقت هذه القصة اتفقت مع هذا الرجل لكن يعني من خلال فيما بعد اطلعنا على المجريات القضية والحدث وانا صادف بعد سنوات جمعتني المصادفة مع احد ضباط التحقيق فاتحدث عن ابو طبر قال كان صليفا جدا بحيث انه وجدنا جريمة هو ارتكبها لم تكن ضمن يعني القضايا التي رزمناها قلنا له هناك جريمة قتل يقول نعم اياني اياني سويتها وايش يعتكم اياني اياني سوي ايضا يعني بكل صلافة بكل بلا خوف يعني هذه اكد انه هي قصة حقيقية لا علاقة للحكومة فيها انت شعرت في الرواية انك كأنك او كنت تتوافق مع الروايات التي نسجتها بعض الجهات للتشكيك بالقضية انه هذه وجدت لي اشغال الناس يعني هل الحكومة في تلك الفترة وانت كنت يعني واعيا وانت كنت شابا في تلك الفترة فترة 73 روزة هل تحتاج الحكومة الى مثل هكذا فبرك لا انا لم اقل في قضية ابي طبر بالذاهة نعم ان الحكومة اختلقت ذلك نعم لكن الحكومة يعني الحكومة تدير اوضاعها نعم وفق معطيات قديمة يعني الحكام منذ الازل يعني نعم لهم اساليبهم نعم في ادارة الناس نعم واهم شيء في ادارة الناس هو انهم يعني لا يشغلون الدولة كثيرا والعراقيون كما تعلم اصحاب مظاهرات واعتراضات والدولة البعثية كانت فتية نعم فحين حصل هذا ضخمت وربما لم اكتبها بهذه الصيغة في الرواية نعم سأتيك يعني لانها فصل واحد نعم المصارع مع ابو طبر كان يستغل اي حدث نعم يضخم لكي يشغل الناس نعم لكي تتفرغ الحكومة لعملها نعم ابو طبر دمج مع المصارع اللي هو ما ذكرت اسمها يعني في الرواية هو عدناها القيس هو عدناها القيسي نعم اللان القيسي انا يعني واعي جدا فترة المصارع سبقت فترة ابو طبر نعم يعني تقريبا نهاية الستينات على بداية السبعينات كانت هكذا يعني هي في فترات متقاربة وامور اخرى الحقيقة لكن انا في الرواية لا اذكر كل ما حصل في العراق نعم يعني مئة سنة يعني احتاج الى عشر مجلدات او اكثر نعم وفعلا حذفت من الرواية الكثير شطبت اي قضية ابو طبار فقط ضخمت حتى ان نائب الرئيس الذي اصبح رئيسا فيما بعد صدام عسين ظهر على التلفاز وتحدث بها نعم وقال انه ليس شخصا ساديا واتهم المخابرات الاجنبية نعم هذه في مثل هذه القصص انا اتخذ الحياة هو لا شك انه هناك له علاقة بال هو لم يظهرها في التحقيق لكن هو تدرب في المانيا لان نتائج التحقيق نعم في النهاية لم تشر الى انه اصابة لانه لكن هناك من بالق قال انه البعثيين ارادوا ان يتخلصوا من هذا شيخ من خصومهم فكلفوا هذا الشخص ليقتالهم قالوا باضو الشخصيات لا علاقة لها لا بمعارضة ولا لكن لكنه كانوا اثرياء في الغالب في مناطق راقية جدا من بلدات لذلك هم يعني هؤلاء الثلاثة فقط نعم لا يمكن ان يكونوا جهازا اخترق الاجهزة الامنية وكذا لكن استفادت بعض الجهات بين قوسين المخابرات نعم والمخابرات كانت فتية ايضا كانت شعبة في الامنة العامة وذكرت ذلك في الرواية في فصل آخر نعم استفادت من هذا الموضوع لإشغال الناس نعم على العموم الموضوع المصارع وهو عدنان القيسي طبعا عدنان القيسي كان بطل العالم في المصارع الحرة في تلك الفترة فترة نهاية الستينات بداية السبعينات وايضا كنا نشاهد في التلفزيات طبعا كانت التلفزيونات قليلة جدا كنا نذهب إلى المقاهي ونشاهد وكان طبعا أصبح بطلا قوميا أيضا هناك جهات حاولت أن يعني تتهم الحكومة العراقية في تلك الفترة أنه خلقت هذا المصارع حتى تشغل مع أنه هو الرجل يعني يحمل جنسية أمريكية وجاء من أمريكا هو عراقي طبعا الأصل لكن يحمل جنسية أمريكية فلماذا لا نقول أنه هناك جهات دولية دفعت هذا المصارع حتى يكون بطل قومي وكان يدخل في صراعات مع أبطال مصارع دوليين أجسامهم ضخمة جدا حتى بعضهم تشعر به بحجم عدنان القيسي مرة ونصف يعني منهم فيريري المصارع الفرنسي فكان يتغلب عليه لذلك المذيع الرياضي في تلك الفترة رحمة الله عليه مويد البدري وأيضا عبد الرحمن الربعي يعني التقطوا هذا الموضوع وانتبهوا خاصة مويد البدري كان كان لديه شكوك يرى أنه هذه المصارع عبارة عن مسرحية ليست مصارع حقيقية وأنه عدنان يتغلب دائما في نهاية فأصبح بطلا قوميا فلماذا لا نقول أن هناك جهات معادية خارجية أجزة مخابرات خارجية قدمت عدنان تكون له صداقات على مستوى عالي من الدولة وبذلك ممكن أن تسخر هذه العلاقة لحصول على معلومات مهمة أنا أعطيت رأيي فيه بوضوح أن القضية الحكومة العراقية هي التي جلبته نعم يعني هذه ليست تهمة بالخيانة أو التواطئ لنفس السبب لذلك جمعته هو وأبو طبر في فصل واحد واختصرت نعم أنا واثق أن الحكومة العراقية هي التي جاءت بعدنان القيسي نعم وكان من ضمن البرنامج الحكومي للتقارب من الناس نعم زائدا إشغال الناس وهذا أيضا مهم جدا نعم يعني هذا ليس عيبا في السياسة أنا لم أكن ناقدا أنا جئت بالحقائق كما هي مؤيد البدري قال لن أعلق نعم لأنها مصارعة غير معترف بها موجودة لحد الآن ترى لما الآن أنت تنظر لها أنت كنت طفل نعم أو فتا صغير كانت تنطلع علينا نعم تراها يعني مقجال إلى حد الموت نعم البطل العراقي العربي القيسي المجرم الأجنبي كذا العدو لكن الآن لما تراهم نعم تستغرب يعني فالطرف الآخر عبد الرحمن مجيد الربيعي نعم وهو رواي وقاصة إراقي أورد هذه القصة في مجموعة نعم قصصية قصص قصيرة نعم وتسمى البطل حامد فوزي وحامد فوزي كان حارس مرمع إراقي مشهور نعم نعم فكتبها بوضوح نعم أن هذه القضية لإشغال الناس ويعني ثبت ذلك جميل حضرتك شاعر كبير ومحترف معروف عندما يذكر مكة النزال فالكل تقول شاعر كبير محترف ما الذي دفعك إلى أن تجنح إلى ساحة العمل الرواي أنا منذ سنيني السنيني الأولى لكتابتي كنت أكتب القصة وكتبت أول رواية نعم عام 79 وأنهيتها عام 80 يعني من مدة طويلة نعم لكن الشعر هل نشرت هذه الرواية؟ لا طبعا أنا كنت لا أنشرة تدري لا شاعر ولا رواية قصة قصيرة واحدة نشرتها على نشرة المدرسة نعم كنت في الخامسة الثانوي نعم 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 نشرات أنا كنت أرئس تحرير يعني كنا نكبر من حجمنا رئيس التحرير مدير التحرير كذا فنعلق النشرة لمدة شهر أو أكثر ثم نصدر غيرها نشرت قصص نعم في تلك المرحلة نعم وكان يثنى عليها يعني من المدرسين ومن زوار المدرسة كانت تعرف المدرسة الأعدادية يزورها مسؤولون ويطلعون في الفلوجة في الفلوجة نعم فهذه يعني كنت أكتب القصة والرواية والشعر نعم منذ ذلك الوقت لكن الآن يعني هناك أمور لا يتوثقها القصيدة توثقها نعم نعم لكن بإطار محدود وضيق يعني تحتاج إلى مساحة أوسا تحتاج إلى مساحة وبذلك يعني الرواية أصلاح سنكون بعد الفاصل ما ذلك تنسمك فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والكاتب مكي النزال كنت تتحدث عن أن القصيدة لا تعطيك مساحة واسعة الرواية أو العمل هذه الرواية ساري يعطي مساحة أوسعة نعم سبعمائة لا أدري كم صفحة نعم في جزئين ضخمين وشطبت الكثير لأن لا تتسأل لما عندي حول العراق ولما أشته نعم وآيشته في العراق وما يعني التاريخ الأقدم مني سمعته من أبي رحمه الله نعم وأخي الأستاذ قيس وجارنا كان محدث في التاريخ فالقصيدة لا تتسأل لكل هذا الكلام وقد تعتبر القصيدة تحليق في الخيال نعم مبالغة أما الرواية فالكاتب مسؤول عن المألومة نعم التي يريدها وكأنها كتاب التاريخ جميل حضرتك تقول أنه هي 700 صفحة لكن الآن الكتاب اللي أمامنا هو تقريبا 350 صفحة نعم هذا الجزء الأول هذا الجزء الأول نعم إن شاء الله سنتقابل الجزء الثاني لأن جزء الثاني يعني معظم يعني أنا الحقيقة لم أكتبها بجزئين نعم كتبتها جزءا واحدا لكن المطبعة والإدارة الفنية لدار مك النزال للنشر قالوا لا يمكن أيضا نبارك لك أنه أصبح لديك دار نشر باسمك هو باسمي ولكن ليس لدي هو يعني تقدير من الناس واشكرهم من خلالكم أنه أسمع الدار باسم مك النزال ويعني أسلموني الإدارة كمستشار والأمور المالية طبعا في أيديهم وأنا علي العمل أنا أتمنى أن يكون انتعامل دار مك ينزال غير الدور الأخرى إن شاء الله لن نكون ناشرين سنكون ناشرين إن شاء الله بالتوفيق تناولت مراحل تاريخية مهمة في حياة العراق وأحداثا شكلت منعطفات كبيرة لدى الشعب العراقي منذ الحكم الملكي مرورا بالثورات المتعاقبة وصولا للوضع المحتدم بين العراق وإيران على خلفية السلام خميني للسلطة بزاحة الشاه محمد بهلوي عام 79 قلت أنت في هذه المحطة وفي هذا الفصل أنه المفارقة في الأمر أن تسلم خميني للسلطة في إيران تزامن مع صعود النائب صدام حسيان لرئاسة العراق كأنك في هذا تلمح إلى شيء ما مع أن صدام حسيان جاء بعد الخميني أنا أصرح ولا ألمح يعني الرئيس العراقي صدام حسيان شخصية قوية معروفة يعني إذا كانت هناك خطة لحرب بين العراق وإيران فهو خير من ينفذها الأجانب عندهم طريقان وتكلم صدام حسيان نفسه عن ذلك قال خميني ليس عميلا لأمريكا ولكن وجوده منهجه في الحكوم يتوافق مع ما يريده الأمريكا أنا في وقتها كان عمري 22 سنة أو أكثر لأن قالها فيما بعد قلت والله يا سيادة الرئيس طبعا أكلم نفسي وأصدقائي أصدقائي أثنان من أصدقائي كانوا قلت والله يا سيادة الرئيس وأنت أيضا لأنكما ستتحاربا نعم لا أتهم العراق ببدء الحرب أدري أن إيران بدأت التحرشات وإيران بدأت الحرب لكن العراق أيضا تحمس لهذه الحرب نعم وكل له أسبابها إيران تريد أن تسيطر على العراق والعراق يريد أن يكسر يعني الوضع دائما محتدم حتى في زمن قبل الخميني في زمن محمد رضا بهلوي أنه كان هناك أجزاء من العراق حتى في زمن قبل الرسالة طبعا هي ما قبل التاريخ معروف ما قبل التاريخ وبعد التاريخ ما قبل الإسلام بعد الإسلام نعم لم تستقر الأوضاع بين العراق وبين هذا البلد إيران يعني كانوا يسمى قديما خرسان دائما سبحان الله الفتن تأتي من هذا البلد في زمن الشياء كان هناك أجزاء من العراق تحت سيطرة إيران فبعدين صارت معاهدة الجزائر في عام خمسة وسبعين تفق العراق مع إيران ونهى الخلاف كان الشاه يمد الأكراد في شمال كان يسمي العراق يسميهم العصات وكان يقاتلون جيش العراقي وخسرنا كثير من أبنائنا في هذه الصراعات في شمال العراق كان إيران تمد الأكراد في الشمال لإدامة هذا النزاع ففي الخمسة وسبعين موحدة الخمسة وسبعين في الجزائر انتهت هذا النزاع وصار صلح بينه بين إيران الخميني لما جاء يعني واضح أظهر أظهر منهجا عدائيا وحضرتك أنت ذكرت بال ذكرت بال بالرواية فمرت على اعتداء أحد أتباع نظام خميني في الجامعة المستنصرية حين ألقى قم الإيدوية لإختيار السيد طارق عزيز كان أحد أميز الدولة في تلك الفترة لرعاية يعني جار المستنصرية لرعاية اعتفالات نيسان وفي حينها قتل بعض الطلاب منهم في ريال الصيف وطاه الجبوري وأصيب أيضا محمد دبدب رئيس الاتحاد العام للطلب والشبع في تلك الفترة في شضايا من هذه القنبلة لكن طارق عزيز لم يصب والحماية قتلوا هذا الفرد أو العنصر الإيراني وهناك أيضا تناول جوانب من إظهار العداء أنه كان الخميني هناك اعتداءات على الحدود قصف غارات جوية وأيضا الرسالة توجهها الخميني إلى القيادة العراقي في تلك الفترة يبدأها بتحية السلام وعلى من اتبع الهداء وهذه التحية تلقى على الكفار واضح أن ينظر لها نظام على النكافر وهناك أيضا رسالة يوجهها من خلال الإذاعة مفتوحة إلى محمد باقر صدر الذي كان أحد أقطاب الحوزة الدينية في النجاح في تلك الفترة يقول له سمعنا أنك تريد أن تغاضي العراق نطلب منك البقاء في العراق الخميني يطلب منه من محمد باقر الصدر تبقى في العراق لتقود الثورة ضد النظام البعثي الكافر يعني أنت سحبت القارئ إلى حقائق تاريخية تعطي العراق حق الرد على هذا هذا العدوان الآن ألا تخشى أنه تنبرج جهة معينة لتقليل أهمية هذا العام الروائي بأنها تتهمك بأنك منحاز للعراق ولم تكن موضوعيا في طرح حقائق حضرتك نعم قلت تلمح لما الأثنان صعد على الحكوم أنا طبعا أنت تعرفني في السياسة والمجتمع نعم أقول الحقيقة مهما كانت يعني ولو على نفسي نعم لأن الحقيقة إن أضرت فلن تضر بقدر الكذب نعم الكذب ينهي الإنسان من داخله نعم فهذه حقائق نعم موجودة يعني وثاق الأمم المتحدة نعم شكاو العراق عن انتهاكات إيران بالمئات قبل أن تنشب الحرب ثم العراق بدأ في أربعة تسعة نعم يستعيد خضره هيلة وزين القوس نعم وسيف سعد وأتذكر له أربعة تسعة لم يتحرك لكن سجل بداية العدوان الصريح من إيران أربعة تسعة تحرك 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 قبل أثنين وعشرين نعم وحرر ومنطقة حساسة بالعالم لم يسمع أحد ولا أريد أن أقول أين كنت تؤثر على العمل نعم 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 أشتعل العالم على أن العراق تهم العراق بين هو الذي بدأ وتجاهلوا كل الشكاور تحدث من العراق العراق لا أقام الدنيا ولم يقعدها نعم لا أكون صدام حسين صديقهم ولا أكون مني صديقهم لكن هؤلاء هذه الجهات كانت أساسا متبنية العداء والخلاف من العراق وإثارة المشاكل لكن اسمح لي كانوا يريدون إذا سمعتني إزاحة الشاه هو عقاب له على موافقته على المعاهد يعني يقال لكن أنا أقول لأنه يقول أمريكا هي التي زاحتني نعم أمريكا زاحته وقتلته أيضا نعم يعني بطريقة ومات في مصر طبعا مات في عملية يعني لم يسمحوا له بالنزول في أي مكان بالعالم طبعا هو حاصر وفا وطر أن إذا بلا مصر في ضيافة الحكومة المهم القضية أين نعم القضية أن هذين الشخصين هما خير من يديم زخم الحرب هذا بشعاراته الدينية ومفاتيح الجنة وكذا نعم وهذا بقوة الشعارات القومية والوطنية لكن العراق من بداية الحرب نتذكر يوميات الحرب من بداية الحرب يعني قلت أبدى استعداده لإيقاف قلت أول بيان أول بيان وافق عليه العراق نعم ولم توافق عليه إيران في عام ثمانية ثمانية تذكر أنه في حزيران اشتاحت القوات الصهيونية بيروت فالعراق سحب قواته التي كان داخل إيران إلى الحدود من باب أنه يا إيران خلن نهي الحرب حتى ننقذ لبنان لكن الخميني في وقتها رفض رفضا قاطعا هذا يعني أنا لا أريد أن أتركه لأن يعني الرواية بل زاد من شراسة الهجومات على لا تستوعب من هذا التاريخ نعم يعني أنا كل هذه نعم أريد أن أقول أن هذين الشخصين هما خير من يحافظ على سياسة لا غالب واللا مغلوب نعم وكان الهدف أن تطول الحرب كثيرا نعم وربما أكثر من الثمان سنين لكن كارثة الفاو التي حلت على العراق أضعفت العراق معنويا نعم ثم حين حرر العراق الفاو أنا ذاكر الفاو لأنها مهمة جدا نعم عقدة تاريخية مهمة لم يركز عليها أحد كنت أقول نعم إذا حررنا الفاو تنتهي الحرب وحررنا الفاو هو نظام إيراني كان يتحدى العراق أنه يتحدى العراق في تهيير الفاو اسمح لي هو ليس هذا نعم هو معنوياتهم مبنية أنه عندهم شبر في العراق نعم منه سينطلقون الجندي الإيراني لما رأى أن حتى هذا الشيء برضاء نعم صار لا يقاتل نهارة معنويات نعم صار لا يقاتل معروف أن الخميني قال تجربة كيس السم هنا أحنا حتى لا يدركنا الوقت أظن أن هنا نعم بدأت العقوبات على العراق نعم لأنه انتصر ومذكور في الرواية هناك عقوبات أمريكية سبقت هذا لم يعجب سبقت هذا لم يرق للجماعة الأمريكا لم تنفتح حتى بعد ما عادت العلاقات مع الولايات المتحدة عام 1984 لم تنفتح بشكل واسع العراق كما الحال مع الدول الأخرى على العموم هذه كلها محطات مر بها أكرم ضابط من الخابرات الذي هو بطل هذه الرواية أكرم كان يكتب التقارير المخابرات ليس جهازا مختصا نعم هناك استقبارات عسكرية لكن حين يكلف من الرئاسة رئاسة الجمهورية بشيء ما أو يرفع في الاجتماعات رئيس الجهاز نعم يرفع تقريرا ما للرئيس والرئيس يكلف الجهاز يدخل الجهاز على الخط نعم فأكرم بدأ يثبت نجاحه بأنه بدأ دراسات نعم ذكية جدا عن الجيش وإقترح اقتراحات ذكية جدا نعم عن الجيش كيف يتعامل مع الحرب وعن الإعلام نعم فكان له شئ في الموضوع نعم من المهام التي كلف بها أكرم أنه ذهب إلى الجامعة المستنصرية باعتبار هو درس في الجامعة المستنصرية بداية أظن لا لا هو لم يدرس في الجامعة طيب لكن كانت لديه صديقة نعم كانت لديه صديقة نعم أنه حتى يستطلع الحدث سوزان لا تعرف المهمة الخفية لأكرم وجلس معها يتحدث في الجامعة عن أكاسات هذا التفجير وكان يستطلع آراء الطلاب أنهم يريدون يعني يعني يطمحون إلى حرية أوسى إلى حرية رأي إلى انفتاح إلى آخره أنه كان بعضهم ينظر إلى النظام الحكم كان نظام متزمت نظام شديد إلى آخره حتى أحد الزملاء جلس ولا يعرف أكرم لكن كان يعرف سوزان فقالها هناك تشديد وتضييق الحريات حتى الآلة الكاتبة تعتبر جناية أو جريمة ممنوع أن يقتنيها المواطن العادي لكن أنا الآن يعني حقيقة شعرت هناك يعني تنقض مع الواقع أن هناك مكاتب السنساخ يمتلكون آلة طابعة لا لا لم تكن شركات تمتلك على الطابعة لا شوف الآلة الطابعة نعم منافقات عالية أنا يعني رجل أعمال وأهلي قبلي يعني أخي الأكبار وأبي يعني بعد فترة أعطينا التليكس نعم أما الآلة الطابعة هي جريمة نعم لغاية لا أدري نعم حقيقة أي سنة سمحة بالآلة الطابعة بموافقات أن فلان عنده آلة طابعة وهذا في المنطقة يعني موجود نعم يعني هذا الخوف من الآلة الطابعة لأن الحكام ومحزبيون نعم مرة تجربة أنه كانت منشورات تطبع كانوا هم يفعلون ذلك فلا يريدون الآخرين نعم فهذا يعني فيه يعني يعني الرواية فيها أحداث محتدمة ومزدحمة يعني حقيقة لا يكفي هذا الوقت حتى لا نحاول جهد الإمكان أن نصل إلى خاتمة هذه الرواية يعني مرت أيضا بالاحتلال الأمريكي وصفحة الاحتلال فجعلت الخاتمة خاتمة الرواية حديث المقاومة العراقية لا سيما صفحات المقاومة أو صفحاتها المشرقة في الفلوجة كان أكرم ينظر أو ينظر أفوا لمقاومة وشيكة ويتحدث إلى صديق ذكره هذا الصديق بقصيدة الشاعر العراقي الذي خاطب المذيعة السورية عز الشر عندما دعت خبر على التلفزيون السوري دعت خبر احتلال العراق وكانت تبكي كانت عيونها تدمع فخاطبها بقصيدة يعني هذا الشاعر يتنبأ بأن المقاومة ستكون من الأنبار وتنطلق من الفلوجة من الفلوجة ختام الرواية جعلتها أنه تقف في محطة المقاومة في الفلوجة ما الرسالة فيها يعني قلت لك الرواية مكتوبة جزعا واحدة نعم لكن الأمور الفنية قالوا سيكون كتاب كبيرا لا يحمل نعم فنرجو أن تقسمه إلى نصفين فالنصف الثاني يكمل النصف الأول نعم سنتكلم بالتفصيل عن المقاومة ما لا يعرفه حتى الكثيرون من العراقيين نعم كيف تشكلت كيف تبلورت من الذي بدأها المزاعم التي الآن كلهم جنرالات نعم في المقاومة كلهم كذابون كذابون كانوا قاتلهم وأنا أقولها في عيوني نعم يعني في المساحات في تويتر هؤلاء الكذابون إن أدخل يهربون لماذا يقول أنا شاهد عيان وأنا أشت المقاومة بأحداث في ذهات وأنت تعني ذيو النظام الإيراني لا ليس هؤلاء نعم هؤلاء واضح يعني كانوا مع الأمريكان الذين يدعون المقاومة الآن هم الذين يدعون أنا لا أسميهم ديول ولا شيء أنا أقول الذين يزعمون الفصائل التي تزعم نعم أنها كانت تقاوم الأمريكان في الحقيقة كانوا ضمن الجيش الأمريكي ضمن المشات يقدمونها وأمامهم لتفجير الألغام يعني الناس لكن أنا أعني أناس من الفلوجة ومن الرمادي ومن بغداد ومن الراشدية ومن هذه الأماكن التي انفجرت فيها المقاومة نعم يزعمون وبعض الأحزاب وبعض التشكيلات كلهم لم يبدأوا المقاومة المقاومة ستقرأ في الرواية من بدأها في الفلوجة من الأيام الأولى للاحتلال من بدأها في الفلوجة ستعرف نعم وكيف تشكلت الفصائل و إذن هناك جزء ثاني للرواية جزء ثاني بقدر هذا أن لم يكن أكبر قليل سيواصل تسجيل الضوء على الأحداث شكرا لك الشاعر والكاتب مك نزال على ما أمتعتنا بهذا العمل الرواي الجميل والذي فتح الجراح الجراح العراق ويعني فيه صفحات من البطولة عندما يكون ضابط مخابرات بنفس وطني ويعني يقوم بمهمة وطنية عميقة جميل جدا وشكرا لك أنت يجب أن نقول أنه ليس ضابطا واحدا نعم وليس فقط نعم يعني حتى لا نفهم خطأا ليست المخابرات التي فجرت المقاومة ولكن لأنهم زملاء نعم اشتغلوا معهم وأنهم شارك فيهم وكثير من ضباط الجيش وضباط المحضرات اشتغلوا ارتحقوا بالمقاومة ومن أجزة أيضا وشيوخ دين خزب البعث أيضا شاركوا بالمقاومة وكل الناس الذين شاركوا بعد أن بدأ كل إنسان حر يعني نريد أن يركز على هذا وهناك شيوخ دين نعم لهم باع طويل في المقاومة وهناك وطنيون وهناك فلاحون وعمال إن شاء الله عندما يصدر الجزء الثاني أيضا نكرس له حلقة واللقاء ونتحدث بشكل عوز إن شاء الله شكرا لك الشاعر والكاتب مك نزال على هذا الحوار شكرا لك شكرا جزيلا ونبارك الله عليكم وإن شاء الله في اللقاء القادم سنفهم الرواية أكثر إن شاء الله بإذن الله بعد أن يقراها الجمهور أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسنا المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستوديعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة